تعالوا نروح نعرف بقى اللي بيحصل في السودان وكالعادة دائما مراسل قناة النادي الأهلي أو مراسل قناة النادي الأهلي بيكونوا دائما متواجدين في كل الأحداث الرياضية الخاصة بالنادي الأهلي وخصوصا أحداث كرة القدم زي ما حضراتكم شكرتوا كل الناس اللي كانت موجودة وكنتم مبسوطين معانا في أبو ظبي النهاردة أيضا موفد قناة النادي الأهلي كريم أحمد حيكون مع حضراتكم على الهواء لو جاهز حيكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة يحكي لنا إيه اللي بيحصل منذ أن انطلقت الطائرة في الصباح ووصلها إلى المطارات أو مطار السودان وحتى الآن وبكرة حيحصل إيه وكيف سيلعب النادي الأهلي يوم الجمعة القادم في ظل نحن عندنا عدد جماهير كبير جدا جدا على ما أعتقد كريم برضو زميلنا كريم أحمد يقول لنا إيه الموضوع الزكا كريم مرحب بك كابتننا الكبير طبعا كابتن إسلام الشاطر كل التحاليك والكل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم الحقيقة جمهور النادي الأهلي اللي على ذكر الجمهورة كابتن إسلام يعني رسالة كبيرة ومهمة جدا هنا في الخرطوم يعني عايز أبدأ معاك طبعا بقى في البداية بداية تدريب فريق النادي الأهلي واستعداداته وتجديد دوافع كبيرة جدا وفصل تام بين كأس العالم الأندية وحصلنا طبعا على الميدالية البرونزية وتجديدنا للحفاظ على لقب بطولة الدوري العام للنسخة الثالثة على التوالي كلمة كبيرة جدا ما بنقولها لكن ما بتطلع من النادي الأهلي الكل بيضرب تعظيم سلام النادي الأهلي من نادي الأهلي بيقول أنا عايز أحطى من رقم القياس وعايز أحقق تلب بطولات بنبع عندنا ثقة كبيرة جدا كجمهور النادي الأهلي إن العبت النادي الأهلي عندها المقدرة بالشخصية الكبيرة وبالعزيمة وبالإصرار وبحب الكبير جدا من جمهور النادي الأهلي مهما كانت الظروف يا كابتن إسلام أنت عارف طبعا إحنا انطلاقة إن شاء الله يكون انطلاقة جيدة جدا لفريق النادي الأهلي وهي مباراة الهلال السوداني إمكان أنا حضرت المباراة الأخيرة لجمعة الهلال السوداني وعلى النادي الأهلي هنا الظروف كانت صعبة الحقيقة للمباراة الماضية وحضور الجمهور وإمكان شفنا وحدث ما حدث طبعا في هذه المباراة بنأمل يعني إن شاء الله بإذن الله إن إحنا ما نشوفش الأمور دي تتكرر مرة تانية تكون تسعين ديالة فقط لغير بعيدا عن أي شيء عندنا طبعا بعض الأخبار بتقول إن فيه جمهورة يكون خمسة وعشرين ألف لكن أنا أتوقع العدد يكون أكبر من كده كمان يا كابتن إسلام لكن نادي الأهلي بيلعب في أي ظرف وتحت أي وجود طبعا مناخ طقس حار طقس بارد كل الأمور دي نادي الأهلي بيتخطاها بجدته الكبيرة بشخصية النادي الأهلي عايزة أرجع معاك يا كابتن إسلام نهاردة من بداية اليوم التدريب الرئيسي النهاردة الفريق النادي الأهلي كان على ملعب مختار التيتش الرجل الحياة بيتسو موسماني يعني اشتغل بقى تاكتك النهاردة وحفز العيبة كل الأمور الخاصة طبعا من قاتل قوة والضعف واستغرات الخاصة طبعا لفريق نادي الهلال السوداني اللي تعبوا الحياة بيتسو موسماني يعني راجل الله يكون فؤون ولا يكون فؤون الجهاز في كأس العالم الأندية وبتحضر لبطولة الأفريقية وبتحضر للمباراة الهلال وراجع من 13 يوم خدت 24 ساعة راحة 15 تدريب وحيد 16 سفر أمر صعب جدا الحقيقة لعبة النادي الأهلي لكن هو ده قدر الحقيقة لعبة النادي الأهلي لأن وراهم ملايين من جماهير النادي الأهلي عايزة الفرحة جمهور النادي الأهلي الطرف الوحيد الغير مستفيد في هذا الأمر غير أنه يفرح بس لازم لعبة النادي الأهلي تفرح الجمهور لأن جمهور النادي الأهلي الحقيقة كابتن إسلام كان متواجد النهاردة في مطارق خرطوم عدد بسيط رغم التشديدات الأمنية والله لو واحد يا كريم لقيدا شوية عن اللاعبين النادي الاهلي لكن هتافهم كان مميز جدا تفضل يا كابتن سلام والله لو واحد دايما بيفرق جمهور النادي الاهلي دايما بنقول لو واحد احنا بنعتبره ألف الحقيقة يعني بالتأكيد يا كابتن سلام الحقيقة يعني الجمهور وهتافه وبعدين ما بتبقى في بلد تانية يعني الأمر بيكون وصل اللاعبة بشكل كبير جدا نادوا على كابتن حسام غالب قيمته الكبيرة نادوا على أستاذ عامل فاروق طبعا نادوا برئيس مجلس الإدارة حيوم حيوا اللاعبة والحقيقة اللاعبة وصل لها دا المرضود مع الروفع الكبيرة والمتجددة بشكل مستمر مع لعبة النادي الاهلي الرغبة متواجدة والدوافع متواجدة لكن ان شاء الله بإذن الله ينقصنا التوفيق يكون معنا في هدية المباراة رغم كل الأمور طبعا الخاصة بالإجهاد الكبير جدا جدا على فريق النادي الاهلي توفير طائرة خاصة دا أمر يحسب لمجلس إدارة النادي الاهلي مجلس إدارة بيحاول يوفر كل المناخ الطيب لفريق النادي الاهلي بيحاول ان هو يساعد ان هو يبزل الجهد فقط لغير في 90 دقيقة وان شاء الله بإذن الله كل لعبتنا تكون في قيمة تركيزة مين هيكون متواجد مين مش هيكون متواجد احنا الاهل بمن حضر ويمكن الرسالة دي وصلت للجميع وللملايين في كأس العالم الأندية فان شاء الله بإذن الله تكون انطلاقة جيدة جدا لفريق النادي الآلي في البطولة الأفريقية الغيابات عديدة على رأسها طبعا كابتن انتخابنا الوطني وكابتن نادي الآلي الشناوي عمار حمدي أيضا كمان باستمر في الغياب وليد سليمان أيمن أشرف أكرم توفيق برسي تاو صلاح محسن عدد كبير جدا وقوة كبيرة جدا من لعيبة لكن الواحد وعشرين لعيب المتواجدين في قائمة فريق النادي الآلي ان شاء الله بإذن الله يكونوا على قدر المسؤولية كالعادة انا عايز كمان نطمئنك كابتن اسلام على الحالة هنا والترتيبات الخاصة بقى مع معالي السفير طبعا حسام عيسى بالتنسيق طبعا زي ما قلنا مع كابتن حسام غالي وانا يا برئيس مجلس إدارة النادي الآلي والترتيبات الأمنية تحركنا من فندق الإقامة للتدريبات من المطار إلى فندق الإقامة الحقيقة كل الأمور دي حتى هذه اللحظة ماشية بشكل طيب جدا لكن احنا الرهام بتاعنا كله هو يوم المباراة لان يوم المباراة هيكون فيه جمهور متواجدة هيكون فيه زحان كبير جدا طبعا لان يكون عدد كبير من جمهور الهلال السوداني بيتوجه إلى ملعب الجوهرة الزرقاء لكن ان شاء الله كل الأمور دي تعدي على خير ويقدر النادي الأهل ان شاء الله بجدته الكبيرة والمعروف عنها ان شاء الله نتخطى هذه المباراة غدا هيكون يوم مليء شوية بالأخبار لان هيبدأ اليوم طبعا صباحا كعادته طبعا لفريق النادي الأهل بفطار صباحا لكن يليها كابتن إسلام المؤتمر طبعا الصحفي الأخير والخاص لفريق النادي الأهل اللي يكون في تمام السنين ونصف دورا بتوقيت السودان هو التوقيت واحد طبعا اثنين ونصف مصر واثنين ونصف السودان يليه طبعا تدريب فريق النادي الأهل ثلاثة عصرا على ملعب الجوهراء الزرقاء والاجتماع الفني يكون فيه السادسة مساء بتوقيت أيضا السودان كل الأمور ان شاء الله بإذن الله تصب في مصلحتنا التركيز يكون جاء جدا والبداية ببانا كابتن إسلام يعني البداية نهاردة كانت في التدريب التدريب الأول عامة بيبان بيبان اللعبة رغبتها بيبان الحماس الكبير اللي فيه لعبة النادي الآلي فيارب ان شاء الله يكون معنا يوفق لعبة النادي الآلي ويوفق أيضا كمان بيسو مسماني المدير الفني المميز جدا خراءته الكوم مميزة وان شاء الله يكون معنا هدي المبارا يا رب ان شاء الله لكن خلينا روح معاك لجزء قد أنا بعتبر جزء نفسي أكتر منه شيء آخر هل بيفكر اللاعبين ان احنا عندنا مباراة مهمة وعندنا مباراة صعبة خصوصا بعد ما كل فرق أفريقيا دلوقتي اللي انت هتلعبها خلال الفترة اللي جاية سواء الهلال أو المريخ أو سانداونز كلها هتبقى عايزة تكسب تالت العالم تالت العالم اللي لسه جاي من الإمارات وكان مفروض حيلعب تشيلسي في المباراة النهائية ولكن تشاء الظروف ان انت تلعب على الثالث والرابع مع زعيم آسيا وتكسب زعيم آسيا 4-0 فكل الفرق بتستعد الاتحاد السوداني أجل مباراة الهلال السوداني النهاردة اللي كان من المفترض يلعبها مبارح في السودان علشان استعدادها للنادي الأهلي هل هيبت نادي الأهلي عارفة كل هذه الأمور هل هيبت نادي الأهلي عارفة نحن كنادي أهلي بأن فترة طويلة مقدرناش نكسب الهلال في السودان هل عارفين ان احنا السنة اللي فاتت لما جينا بعد بطولة كأس العالم للأندية واخدنا تالت العالم أول مباراة لنا كانت أمام سيمبا وتشاء الظروف ان احنا نتغلب هل ده كله في دماغ لعبت النادي الأهلي يمكن ركبت الإسلامي يعني هو الصوت بس قطع في النهاية لكن يمكن أنا سمعت معظم طبعا السؤال طبعا احنا ما كسبناش الهلال السوداني طبعا على الأرض لكن احنا دي المباراة مباراة فريقة لأن الانطلاقة بتكون مؤشر إيجابي جدا لجمهور النادي الأهلي ولعبت النادي الأهلي ومجلس الإدارة رغم الضغط الكبير ورغم المجهود الأكبر لكن المباراة دي مهمة جدا للعبت النادي الأهلي الحمس موجود التركيز موجود الجدية موجودة لكن هي حالة اللعيبة كابتن إسلام انت أحد نجوم النادي الأهلي وعارف ان اللعيب في التسعين دي بيختلف بشكل كبير جدا على المباراة الأخرى حالتنا بدايتنا دخولنا للمباراة حرصنا على ضبط النفس بشكل كبير جدا في هذه المباراة اللي يكون فيه مضايقات كبيرة جداً ويكون فيه أمور إحنا شفناها ولعبة النادي الأهلي شافيتها الحقيقة خلال المباراة الماضية لجامعة النادي الأهلي في رب إن شاء الله بإذننا بس أمرها ما هتكون أصعب من السنة اللي فاتت بتزابط يا كابتن سلام لا الاسنة اللي فاتت كانت صعبة جداً جداً لأن الأمور كانت في غاية في الصعوبة أو الاسنة اللي قبلها فاتت عفوا كانت تغاية في الصعوبة يعني إحنا وتوجدنا في الاستاذ بعد المباراة Muslim أكتر من أربع ساعت يعني أربع ساعت متوجدين في الاستاذ بعد انتهي المباراة مع الزروف طبعاً اللي حدثت لكن في تنسيق على أعلى مستوى الحقيقية وده اللي بنأكد عليه ونحاول إن احنا نتطمن عليه سفارتنا هنا الجانب الأمني التونسي يعني حاجات طبعا على أعلى مستوى السوداني عفوا طبعا يعني حاجات على أعلى مستوى طبعا انت عارف الأمر بيكون مهم جداً في الترتيبات دي لأن زي ما بقولك يوم المباراة بيكون هو اليوم الأهم يوم تحركنا للملعب الأمور هتبعنا ازاي دخول الجماهير النادي الأهل هيخش منين جمهور النادي الأهل اللي جال يا المتواجدها هتخش ازاي فكل الأمور دي مهمة جدا وبعد المباراة احنا على طول نتعرف كابتن اسلام المباراة هتنتهي نتوجه مباشرة على مطار الخرطوم للعودة إلى القاهرة لدخول في المباراة طبعا القادمة لكن كل الأمور دي ان شاء الله يعني معالي السفير حسام عيسى لأستاذ عامري فاروق كابتن حسام غالي لكل الحقيقة ان شاء الله بإذن الله يكون في ترتيبات مميزة جدا لتخرج المباراة لبار الأمان وان شاء الله بإذن الله جمهور النادي الأهل يفرح في المدرج وان شاء الله لعبة النادي الأهل زي ما متعودة نية تسعة جمهور النادي الأهل تكون انطلقتنا جيدة جدا ونقدر نحاق نتيجة جابية كابتن اسلام أخيرا يعني هسألك بقى الأسئلة المعتادة الجوة عامل ازاي انت بكرة هتشوف الملعب هنسألك برضو على الملعب الدنيا عاملة ازاي عندك عليش اكب اسلام عفوا من السؤال تاني لا بقولك أنا هسألك الأسئلة المعتادة الجوة عندك عامل ازاي الأمور ماشية ازاي بكرة ان شاء الله هتشوف الملعب مع ان كلنا عارفين استاذ الجوهر الزرقاء يعني عامل ازاي لكن في النهاية قولنا أخبار الدنيا ايه عندك القوتيل يعني كويس لأكل الدنيا دنيا ماشية ازاي والله يا كابتن اسلام في البداية الجو صعب جدا يعني أنا لو اقولك درجة الحرارة 35 يا كابتن اسلام هنا في السودان بنتمنى الجو ده يكون عندنا في مصر الحقيقة لان الجو بردي جدا في مصر لكن هتأثر بشكل كبير الحقيقة لان الجو فيه رتوبة وفيه يعني صعب شوية الأمور صعبة شوية ومبراءة كمان ثلاثة ظهران كنا بنعمل احنا عارفين طبعا ان نادي الهلال السوداني وملعب الجوهرة خلاص يمكن انتهوا من الكشفات ويمكن عمروا عليها تستة اكتر من مرة كانت المباراة تقام في السادسة على الفريقين يعني الجو يكون على الفريقين لكن ثلاثة عصرا في هذا التوقيت والرطوبة كمان فبنتمنى ان شاء الله لعبتنا طبعا خبرات كبيرة جدا وتحطت في ظروف اكتر من كده لكن احنا عايزين نشوف كرة قدم التوفيب تا عربنا سبحانه وتعالى لكن ان شاء الله بإذن الله يكون النادي الاهل كاعدته مركز بشكل كبير جدا في هذه المباراة فوندو اللي قام الحقيقة طيب جدا يعني ان شاء الله الترتيبات الخاصة بالجانب الإداري لكابتن ساني عبدالحفيز كابتن سامير عدلي الأمور دي يعني ما بتشغلش اللعيبة لان اللعيبة عارفة يكون مناسبة جدا قرب الملعب طبعا من الفوندو بيكون أمر مهم جدا فيعني الأمور دي انت عارف كابتن سامير بقولك مجلس إدارة الجهاز الإداري بيحاول يوفر كل حاجة لعبة النادي الأهلي يكون تركيزه فقط لغير في التسعين دي فده الدور الكبير الحقيقة اللي بيوم بمجلس الإدارة والدور الأكبر بقى اللي مستنينه ان شاء الله من لعبة النادي الأهلي يوم الجمعة الثلاثة عصرة ان شاء الله بإذن الله نقدر نرجع من السودان بنتيجة جبات ساعة فريق النادي الأهلي في مشوار البطولة الأفريقية وال11 أهلي ان شاء الله